في عناوين النشرة من الدولة الإسلامية للحريري وجعجع وجنبلاط رسالة داعش ترفض التعهد بوقف قتل العسكريين شربل بن يمنى غادر بلاطة العقارية في جونيا في الخاص رخصة فتوش الأسمنتية كتلة مخالفات فضيحة من فضائح الإدارة اللبنانية ومن بيت لحم يوم ارتدت شجرة المهد علم فلسطين ضويب يا ليس عيد يا نجمي بيتاري من قناة الجديد في بيروت أهلا بكم إلى نشرة إخبارية لم يكد يعلن الشيخ وسام المصري أن وساطته ليست بوساطة بعد كانت داعش توجه رسالة للداخل اللبناني فيديو بتوقيع فرنسي وأسرى لبنانين ورسائل في أكثر من اتجاه مفاجأة وسام المصري بعد عودته من جردن زاره مرتين أمس واليوم لم تكن بقدر التوقعات الشيخ الوسيط نفى الوساطة لم يحمل من داعش تعهدا بعدم القتل في ملف معقد تتوسطه مجموعة بائعي أمال منهم من يحضر لاتخاذ الصورة التذكارية ومنهم من بدأ يتسلل بهدف جني المال وآخر يجمع شعبية في أوساطه تؤهله لأدوار في المستقبل وبمعزل عن هذا الأدمي وسام المصري فإن ملف أعزاز يحفظ اسما امتهان التحايل عن ظهر خطف والأعزازيون يعرفون المدعو عبدالله شمان المعروف بأبو محمد البلجيكي الذي بدأ يطرح نفسه اليوم على خط الوساطة في ملف العسكريين بعدما استثمر في ملف الزوار وإذا كان أبو محمد غير مرئي فإن هناك من يكثر إدمان الكاميرا بجانب الأهالي إذ ينتحل المدعو علي عقيل خليل صفة وسفير ولقب وسيط ويندس بين وجع الناس وألم الأهالي ليسدد التصريحات الو الآخر وساعة لا يصرح يصاب بالاكتئاب ويصطعيد عن الكلام بهز الرأس أمام الشاشة بعد أن يتغلغل بين ذوي المخطفين وإذا لم نكن مخطئين فإن الشيخ عمر حيدر ينافس عقيل خليل في التزاحم نحو الكاميرا ويصيبون مقتلا من موقف إلى موقف ومن دون صلة نسب بأي من المخطفين وسطاء الأزمة يضافون إلى خلية الأزمة التي أحيت رميمها اليوم في مجلس الوزراء يحدث هذا التطور مع الشيخ المصري على زمن بدأ فيه داعش والنصرة إجراء مسح للأراضي في الجرد وتوزيع المساحات عقاريا فيما بينها واحدة تنقض على عرسال وأخرى تتفرغ لبقية جبال القلمون لكن الخطر يكمن في منح هؤلاء سجلا تجاريا يقدم على شكل غطاء سياسي واليوم تقرأ عنوين الرئيس سعد الحريري وما سبق وأدل به معطردا على حصار عرسال فما هو المغزى من هذا الموقف سوى تسييل مهمة الإرهاب والسيطرة على عرسال يشد الحريري على يد قائد الجيش في برقيات واتصالات ويطلب إليه ضرب الإرهاب لكنه يسدد للجيش ضربة من الخلف ويقيد حركته في معركة عرسال بذريعة الاعتراض على حصارها إذن وجهت الدولة الإسلامية عبر مقاتليها المتواجدين في جرود عرسال رسالة لكل من الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جملاط ورئيس حزب القوات سمير جعجع وفي الفيديو الذي يظهر فيه ثلاثة من الجنود الأسرة يتحدث أحد المقاتلين بلغة فرنسية ويقول أن رسالته إلى حلفاء فرنسا في لبنان هي أن الدولة الإسلامية هي الآن في حرب ضد حزب الله ويتهم المقاتل في الفيديو القيادات الثلاثة بأنهم مجرمون أضافوا جرائم جديدة إلى جرائمهم من خلال تعاونهم مع حزب الله وختم قائلا أنتم فقط المسؤولون عن مصير أسراكم فمستقبلهم حياتهم أو موتهم يتوقف على قراركم أعلن الشيخ وسام المصري أنه توجه إلى جرود عرسال بمبادرة شخصية ولم يكلف لغاية الآن من قبل الدولة مشيرا إلى أنه شاهد العسكريين المختطفين واطمأن عليهم وأضاف المصري التقيت تسعة عسكريين وصحتهم جيدة ومعنوياتهم مرتفعة بعض الشيء لكن ذبيان يعاني من التهابات في أذنه ووهبي يعاني من التهابات في رجله صلعت بمبادرة مني شخصيا لم يكلف لغاية الآن من قبل الدولة اللبنانية وعرضت حياتي لهذا الشيء هذا فداءا لها الناس الموجودة هون أنا قابلت فقط الدولة الإسلامية ما سمح لألي الوقت أني قابل الجبهة ما جاوبوني بعدل مني على أي شيء أساس وسيط هم في مطالب أو محملوك رسائل مطلبية للحكومة ما في شيء بقاط الحالي الملف هده حساس وبتمنى تتعونوا معنا وتعرفوا قداش حساس لسلامة الشباب اللي فوق ما بننون شيء بالوقت الحالي أنا طلبت هالشيء لكن ما عطوني ولا شيء ولا جواب ولا عطوك تفويل ولا عطوني شيء نهائيا غير أنه سمحوا لي قابلهم وانطمش العينين لأطفاء في ملف شؤون العقارية وتحديدا من جوني فقد طلب وزير المال علي حسن خليل إلى النيابة العامة المالية اعتبار ما ورد في تقرير نشرة قناة الجديد مساء أمس إخبارا ليضم إلى ما أحيل أصلا إلى النيابة العامة المالية فيما خص شؤون العقارية وللمتابعة شرب المصائط شرب الفل من العقارية تحقيقون الزميلة ليالبو موسى هو شربل بن الموظفة في الدائرة العقارية في جوني ويعمل في الدائرة نفسها من دون أي صفة تخوله ذلك منذ أكثر من سبع سنوات يقوم بكل مهمات الموظف بما فيها مهمات الموظف غير الشريف ولكن كل هذه الارتكابات التي يقوم بها هذا الموظف غير الموظف هل كانت لتمر لو لم يكن هناك تواطئ من قبل أمينة السجل العقاري السابقة جويس عقل التي غضت الطرف عن الشكاوى الواردة إليها إضافة إلى أمينة السجل في الأشهر الأخيرة لليان داغر التي أخبرناها بقضية شربل في حال عدم علمها يعني فيه مسؤوليات كبيرة حتى على رئيس الدائرة اللي ينتبه لو مين عم يشتغل عنده بالدائرة وخاصا بالدوار العقارية لأن أمينة السجل العقاري هو يعتبر مؤتما على السروة العقارية اللي هي بتطلب كمان سرية كتير كبيرة فيما خاص انتقالي الملكية ومين اشترى ومين بيع لأن هذه كلها بتأثر على سمعة الأشخاص وعلى سيطهم وعلى تشهير فيهم كمان إذا أذلك كان علينا أن نواجه وبالكاميرا غير الخفية أمناء السجل العقاري الذين واكبوا شربل الموظف غير الموظف وهكذا بدأ يوم المواجهة مع أمينة السجل العقاري للأشهر السابقة الأخيرة لليان داغر وكنت حضرتك تاركتي عم بيشتغل همانو موظف بدك تراجع المدير بليز ما فيي أنا عاطي إذا أنا بس بدي أسألك كلمة دافع عن حال بوقتها يعني أنت كنت عالم بالموظف لا وما كنت عالم أنه في شخص ما إلو صف أنا فيت على المكتب بوقتها وقلت لك سألتك عن شربل قلت لي ما عندي موظف هذا الاسم حديك موظفة بتقل لك مبلغ قاعد مع أمه بتقول لي أنت لي مع أساس أنه بطل قاعد هونيك لا ما قلت له هيك أنا ما عندي علم بهالموضوع ما حدا بلغني أنا وقت تبلغ ضغري حكيت المدير أي متى تبلغت آخر يوم قبل ما فل فس بليز عملي معروف مرسي كله إذن بحسب أمينة السجل في الأشهر الأخيرة السابقة لليان داغر علمت بقصته قبل أن تترك الدائرة بيوم واحد فكيف ستبرر أمينة السجل العقري الأسبق جويس عقل تغاضيها عن الشكاوة أساس بقصته قبل أن تكون قاعدة بس بقصته الوصف يومها السابقة لهم هناك أرام المؤمنة وقت 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 بعد رفضت إخطت إخطت إخطيز الأقرار حتى يومنا الأسي أرامت في عنا ودائر أبنا قاعدتوا معنا أنا أمساعدين 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 وما حدا يعني عم بيقول له وانا بحضر تبتنكي هون كل أني بتسجني لتعرفه بالاسم ولكن عادت وأخبرتنا أنه لا يجلس على الكمبيوتر تناقض لعل من يستطيع أن يفسره لنا هو معاونها السابق الذي عين حديثاً أميناً للسجل العقري في جونية مايكل حتشيتي حضرتك كنت معاون أمين السجل جويس عقل معاون أمين السجل العقاري بس يعني كنت حضر تكفيك إلا لما دام جويس أنه هيك الموضوع وصلتي الرسالة ولكن ماذا عن شاربل بعد الجزء الأول من هذا التحقيق عملنا اجتماع رؤية المكاتب الموظفين الموظفين فتورة واجتماع على الشخص المعنى تبت حتى ينالوا نقطع الضروب لأننا اليوم اتهت اتهت أبريطي بقلب الضيرة والنوبة عديد عدم عندي بالضيرة بس أنا بدي استفسر منك على نقطة أنه كم شخص غير شاربل مثله بالدائرة وخالف الفاصحة كانت بسجل شاربل يعني شاربل كان عم يجي عدد دوائم وزد على الدوائم واجبت كأمين السجل عطاري نهاية هذا الموضوع دي عم إذن وعدنا أمين السجل الحالي بإتمام واجباته ولكن ماذا عن المحاسبة القانونية فهل يتحرك القضاء أم يصبح واقع الدوائر الرسمية تحت شعار ابن الموظف موظف ليالبو موسى قناة الجديد الجديد يفند المخالفات القانونية في رقصي إنشاء مصنع أسمنت في زحلة لمصلحة آل فاتوش موسيقى طبعا هذا الملف هو فضيحة من فضائح الإدارة اللبنانية اللي يجب على الحكومة اللبنانية إنه تجاوب عليه وتعطي تفسير للمواطن اللبناني بشأنه مخالفات قانونية بالجملة تشوب الترخيص الممنوحة لمصنع الأسمن بالشكل والمضمون وبإمداء وزارات مختلفة وبعد أن تنولنا في تحقيق سابق المضمون وعدنا وزير الصناعة حسان الحش حسن هلأ قررت إيه هلأ قررت صدر توضيح خلينا نسميه نص تكميلة للقرار نضح أنه لا فرنة في منطقة حوس الأمراء أما في الشكل، فالمخالفة الأولى ترخيصان في يومين موسيقى موسيقى في قرار ترخيص اسمه بالإنشاء صادر بـ 17-11-2014 طبعاً في قرار متمم له بـ 10-11-2014 قررت ترخيص بالإنشاء ألزم قرار هذه الشركة إنه مهلة 3 سنين لإتمام أعمال التجهيز المحددة بالفقرة بالمادة 2 الأذبنا منفاجأ أنه خلال يومين اللي هو بتاريخ 12-11-2014 فيه قرار اسمه قرار ترخيص باستثمار هذا المصنع أولاً هو قرار نشأ دون وجود ودون قيام هذه المؤسسة على إنشاء هذا المعمل أو المصنع نهائياً على أرض جردة على أرض قاحلة الاثنين يتضامن مع مضمونه يعني تعطي مهلة 3 سنين خلاله يجب على هذه الشركة أن تؤسس هذا المصنع وتجهزه وتبلش العمل فيه تبعث اللي جان المختصة اللي هي بيئة وصحة وصناعة يعني أنت بك تروح تكشوف على مصنع موجود وقائم المخالفة الثانية ضمن العيوب اللي حكيناها فيه قرار متمم للقرار الأول بيقول أنه هذا الترخيص هو ترخيص مستمر ودائم هل يجوز؟ بتتعارض كلياً مع عمل الإدارة ومع القرارات وبتتعارض كلياً مع المبادئ العامي المخالفة الثالثة تشمل وزير بيئة محمد المشنوق الذي وافق من الناحية البيئية على إنشاءات لم تنشأ بعد تلبنا مقابلته إلا أنه لم يوافق وبعدين وزارة البيئة عم تكشف على شو أنت وزارة البيئة شو بس بتعطي دراسة نظرية ولا دراسة عملية بتشوفي عمل هذا المصنع هل هو يلحق الدرر والآلات أم لا والآلات طبعاً أما وزارة الصحة التي وقعت أيضاً الترخيص ممثلة في مندوبها ففوجئ وزير هوائل أبو فعول بالموضوع وفتح تحقيقه لسنا على علم بالملف ولا أعرف على أي أساس وافق مندوبنا بمحافظة البقعة سيتم فتح تحقيق بهذا الأمر إضافي إلى أننا نحن بالأمس أرسلنا مهندس صحي من وزارة الصحة مركزياً للكشف على المشروع لمعرفة إذا كان ما يستوفي الشروط الصحي أو لا يستوفي بس بكل الحالات أعتقد أن هكذا ملف كان يجب أن يرسل إلى الوزارة وليس فقط في المحافظة موسيقى موسيقى ما بعرف ما بتصور في سؤنية عند وزير الصناعة على الإطلاق يعني العلاقة طيبة وأكثر من جيدة بيننا وبيننا على وزير الصناعة بس إذا كان هناك فعلا صلاحية لوزارة الصحة تم تجوزها في هذا الأمر يعني لا وزير الصناعة بيقبل فيه ولا نحن نقبل فيه موسيقى ترك إذا المستندات والوثائق التي تظهر المخالفات القانونية مستندات برسم المسؤولين فهل من يجرأ على سحب الترخيص يمنى فواز قناة الجديد موسيقى الوزير السابق إليس كاف يحشد ضد مصنع الأسمنت في زحلة شعبيا وعلميا إذا ما أقيم معمل الفاتوش فزحلة لن ترب الأسود بل المرضى هكذا يمكن تلخيص المهرجان الذي دعا إليه الوزير السابق إليس كاف للقول لا لتهجير أهالي قضاء زحلة حضر رئيس البلدية رغم ضلوعه بهذا المشروع وهذا ملمح إليه إس كاف خلال كلمته حضر الأفريقاء السياسيين بينهم ممثل طيار المستقبل عاصم عراجي بينما غاب نواب القوات والكتائب رغم دعوتهم غير أن الكلمات حول بيئة زحلة نحن قوية شرط أنه ما يلعبوا بالقانون بالقضاء وما بتصور بعد هالحملة العلانية أنه هذا ما يقدر يشترجي يلعب بالناس الشعور الناس والصحة الناس والبيئة ما بتصور مستحيل نحن إذا موضوع قانوني نحن ما لفنا قانوني مئة بالمئة وبدأي لكم شغلة تانية ما علي شيء الدرر الإنساني البشري والبيئي ما عنده حدود ما عنده حدود طائفي أو مزهدي أو حزبي بيطال كل واحد مننا لا تسمعوا من يقول لكم أنه ثمت كيدا سياسيا في الأمر لا تسمعوا من يقول أن حزبا يناهدكم لا يستطيع أحد أن يناهدكم ولن أخفي سرا إن قلت أن حتى الحزب الذي ينتمي إليه وزير الصناعة يدقق بالأمر نحن مش بعاد عن حدا وكل الناس قراب بنا لذلك احتكمنا للقضاء احتكمنا للوزير والوزير قد يعود عن جزء كبير من قراره وقد يعود عن قراره في مجال نربح هذه المعركة بمجال شورا في مجال نربحها معكم أنتو مثل ما قال إلي بيك ونربحها معكم أنتو عب الشارع بالأرض وفي مجال نربحها بحية الناس يستحوا ويسحوا عن مشروع لديهم وهذا ما نصحهم به خبير بيئي أتى من شكل القول لا تفعل بزحلة ما فعلناه ببيئة شكا من زحلة رشال كرم قناة الجديد أهلا بكم من جديد القوات اللبنانية ترفض اعتماد السلة المتكاملة فيما يتعلق برئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب والحكومة والنائب جورج عدوان يؤكد أن لا لقاء قريبا بين الأقطاب الموارنة تعليق مشاركة القوات بلجنة التواصل دفع البعض إلى اتهامها بعرقلة عمل اللجنة أما الرد فهو أن القوات تدفع باتجاه إقرار قانون إلى الانتخابات بعدما بات الأمر أشبه بتقطيع الوقت وأنها سلكت الطريق الدستوري الطبيعي وأن اللوم يقع على من لا يريد عقد اجتماع للهيئة العامة دون أدنى شك أنه نحن ما بدنا نربط قانون الانتخابات الجديد برئيسة الجمهورية وهيدا موقف كتير واضح وما ملقين ولا سبب مقنع لحتى نقدر لنربط اتنين سوا بل بالعكس برأينا إقرار قانون انتخابات جديد بيسهل انتخاب رئيس علما أنه نحن من يلي بدن انتخاب رئيس بالأولوية بس إذا هالشي مش متوفر بالتالي يمكن أفضل أنه نتفاهم على قانون انتخابات لنخلق أجواء من التفاهم بالمجلس النيابي تنعكس إيجابا على قصة رئيسة الجمهورية التجربة السابقة مع القانون المقدم من الرئيس السابق ميشيل سليمان في رأي القوات كافية للتشبث بموقفها الحالي إضافة إلى أنه بعد التمديد للمجلس فإن عدم إقرار قانون للانتخابات من شأنه المس بالسلطة التشريعية وعند الاتفاق على تشريع الضرورة كان بند قانون الانتخابات من ضمن جدول الأعمال في حال انتخب رئيس وعنده تعديلات على القانون ما بيقدر من خلال مشروع قانون يعمل التعديلات وبالتالي حق للخليفات ديق جداً أنا ما بفهم إلا أنه نكون بدنا سلة كاملة بين الرئيسة والأنون الانتخابات والحكومة نحن نعتبر أن الجمع بين الرئيسة والانتخابات ما بيخدوم وليش بدنا نفاوض على الشغلتين معاً لأنه هؤلاء مختلفين وعن لقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الرئيس سعد الحريري في السعودية فقد أكد عدوان أن هناك اتفاقاً على مجمل الملفات وأن جعجع رحب بأي حوار من شأنه التخفيف من الاحتقان في البلاد وبنسياء نفسه بيجي طبعاً نحن سعينا للحوار مع الطيار الوطني الخارج الحوار بدو يصير على صيغة من اتنين يأما بننزل على المجلس بترشيح العماد عون والدكتور جعجع يأما بكل الحالات لازم ننزل لنتفاهم على رئيس خارج الاستفافات نحن يلي شايفينه اليوم معقول أكتر هو التفاهم على رئيس توافقي لأنه صعب جداً بظل الاستفافات نقدر نوصل لرئيس هل سيكون في لقاء بيب كركي أجمع على الأقطاب الموارنة؟ ما بتصور بالأمد المنظور رح يكون في لقاء لا ما بتصور رح يكون في لقاء بيب كركي أما عن لقاء الجانب السعودي فقد أشار عدوان إلى أن المملكة حريصة على استقرار لبنان لذي يتحقق بانتخاب رئيس إلا أنها لم تطرح أي اسم وهي إلى جانب التحرك الدولي الذي يصب في هذا الاتجاه باسل العريضي قناة الجديد وزارة العمل تحدد الوظائف التي يمنع على غير اللبنانيين العمل فيها من اليوم فصاعداً اليد العاملة في لبنان ستصبح أكثر أماناً بعد إصدار وزير العمل سجعان أزي قراراً يحدد فيه المهن التي يمنع على الأجنبي مزاولتها ومن أبرز هذه المهن بائع، خياط، رتي باستثناء عامل رتي السجاد الميكانيك والصيانة، الحاجب، الحارس، الصائق، النادل طاهي مأكلات شرقية، التوريق، تركيب الجفصين وما شابه الزيارة في القرار إنجازاً وطنياً نظراً إلى كونه سيحمل يد العاملة اللبنانية من المنافسة كان لابد من أن يصدر علناً أمام الرأي العام ليدرك اللبنانيون مدى مزاحمة اليد العاملة الأجنبية أكانوا عمالاً أجراء أو موظفين أو في المهن الحرة أو أرباب عمل في الصناعة والتجارة والسياحة والفنادق الاقتصاد قرار حقيقي يجب أن يتحول إلى قرار واقعي لكن القرار يخص العامل الأجنبي والأجنبية هنا لا يشمل جنسية واحدة فحسب بل يشمل الأمريكية والفرنسية وأي جنسية أخرى وعلى رغم من تشديد أزي على أن اليد العاملة اللبنانية تشهد منافسة من قبل الأمريكيين والفرنسيين خصوصاً في القطاع الأكاديمي فإن من الصعب تخيل أمريكي يستقل طائرة من مطار نيويورك إلى بيروت لكي يعمل طاهياً للمأكلات الشرقية فمن هم المستهدفون من القرار إذن؟ لبنان ليس بلداً طبيعياً فيه نحو مليون وستمائة ألف نازح سوري نين وخمسين بالمئة منهم في سن العمل وسبع وأربعين منهم يزاحمون اليد العاملة اللبنانية نحن أخذنا في عين الاعتبار العلاقات الأخوية مع الشعب السوري أخذوا الاعتبار هذا ينحصر في ثلاثة قطاعات فحسب وهي البناء والنظافة والزرعة ما يدفع بربيع الذي يعمل نادلاً في أحد المطاعم من تحديد أولوياته من جديد على الرغم من تفخمه قراراً كهذا صراحة هذه الأراءة مثلاً تفهموا كنظريء مثلاً أنه السوري عم يشتغل بدلاً عن لبناني بس أنه كموضوع مثلاً ما أبحث أنه عم بأخذ محل واحد لبناني أو شيء أنه موضوع مثلاً أنه يشتغل واحد بالباطون أو شيء مثلاً اللي يطلعون وحطون دواء حالو مش ملطار أنا مثلاً أموضوعي لكن موضوع أنه مثلاً فيه رجعت على سوريا كثير قريب يتصير إذا هالشي هي قريب لكن مهدي لا يرى أي منافسة من قبل زملائه السوريين في العمل وهو لا يمكنه سوى وصف هذا القرار بالظالم كان فيها الدولة يعني تاخد أرار مثلاً بتنظيم دخولهم على البلد بدل ما تاخد هكذا قرار يعني هكذا قرار كثير ظلم بيحقون عم تحاول الدولة تساعدنا بس مش هات طريقة اللي الواحد بياخد فيها قرارات ليساعد شعبه السوريين اللي عنا في لبنان فيه نسبة متعلمين كبيرة بيناتهم يعني ما فيك واحد خريج جامعة تجي تقوله أنت ممنوع تشتغل إلا هيك طبعاً اللي مع القرار أنه دافع سيارة 15 ألف دولار كان معي مارسلس جيبنا سيارة يا بني لن نشتغل مصائب قوم عند قوم فوائد بهذه العبارة يمكن اختصار مفعيل قرار وزارة العمل وفي حال تطبيقه بشكل عملي قد يفيد سوق العمل بالخياطين والوراقين وعمال نظافة اللبنانيين بعد طول تذمر ومنافسة مسلسل فضائح الفساد الغذائي تابع ولائحة جديدة من المؤسسات المتوارطة لائحة جديدة تحمل الرقم 12 من المؤسسات المخالفة للشروط الصحية أعلن وزير الصحة طواء الأبو فعور أصحابها بالأسماء مؤكداً مرة جديدة أن هذه الحملة لن تتوقف إلا عندما نضمن أننا دخلنا باب سلامة الغذاء حلويات البابة الطيونة مطعم كبابجي الأشرفية مطعم أبو ماهر علي كريباوي البترون مطعم الصوفي طرابلس حلويات الشيخ طرابلس أجبان الزاهرية طرابلس حلويات أنور زكور ملحمة الساحة طرابلس ملحمة بلال المرج سوبرماركت شوك سير الضنية مستشفى سير الضنية الحكومي ملحمة الزوادة العصرية النبطية ملحمة الشرق النبطية مطعم الريان في النبطية ريكو تشيكن حاصبية مطعم زويهة حاصبية ملحمة محمد علي الحسيني في الهرمل مكدونالد سبينيس صيدة تراد تشيكن بعبدة مطعم تروبيكانا الشياح مطعم مدينة فرح النبطية سوبرماركت غزالة زحلة سوبرماركت وهبة علي تعونيات لبنان سوبرماركت عبيد قبر شمون مطعم كبابجي خلدة منتج عمارينا الجية مطعم أبو فيصل مسبح الجسر الجية مطعم علي سقعان الرميلي زيتونة كافي فرن كوبراتيف المختارة أطيب منقوشي المختارة مسلخ شومان المتن بلوبوت زيتونة باي كلاسيك بورغر زيتونة باي ساة إليموس كرام سورمار بيت ورد الروشي كبابجي الحمرة تشوبستيكس الحمرة بندأجي الحمرة مطعم بيت حلب جوديز فردان مطعم ورد الشام مطعم كابريس مطعم The Garden مطعم كرامنا بلاس دولتوال مطعم ستة أبو أحمد كورنيش المزرعة مطعم غلايين الحمرة مطعم مايسترو فول مطعم واتساب سبرة كؤوب سبرة مطعم الصوصة طريق الجديدة مطعم الكردي مؤسسة النطور سبرة مؤسسة المثاق للتجارة مطعم أبو حميد ملحمة الزهور ملحمة جهاد النطور ملحمة نجيب عبدالخالق علي ملحمة الحسان ملحمة عينحالة مطعم الكنان ملحمة نيوميت هاوس رولانكو في بطلون مطعم فرايد تشيكن رتي سي مطعم النورج في بزعون مطعم الصباغ في بشري مطعم جسر القمر في بشري فريش ماركت أميون بيتزا نابولي أميون مطعم أبو جوزاف جل ديب ملك الطووق بعبدة شوار منجي ذو أمكيل مطعم لالا شاركوتيعون جبال سبينس جبال مسلخ شلهوب بنت جبال حنينية تشيكن دجاج الفيحاء الفكاني في خلدة أفران شمس في بعبدة مطعم جاج وتوم أتوستراد السيد هادي فروج عواد طرابلس فروج الكوثر الجاموس مطعم الغدير بيتزا نابولي في أميون الكورة مطعم رصيفنا في الكاسليك مطعم دلشز حلبة عكار مطعم زرافي تشيكن في حلبة ملحمة كاساب في السانتراز ملحمة الخال في الضحية ملحمة لبنان الأخضر في الشياح أكسبرس تشيكن في الجاموس مطعم الراعي في البرج الشمالي مطعم أبو ذيب في صور بموضوع الدجاج حكيتها مرة سابقة وبدأي يكررها لأنه فيه البعض عبيتزاكي أكثر من اللازم عملنا شكينا المرة السابقة وقلت عنا شكوكو أنه البعض عبيعطينا عينات مجهزة سابقا ومغسلي بكلور ومجهز يكون مال تطلع عن نتائج جمنيحة ثبت هذا الأمر أخذنا عينات عشوائية بدأي سمي من هوات شكن خلدي قبل بمرة رحنا كشفنا كان في مشكل صحح وضعه واتصل فينا رحنا كشفنا جبنا العينة طلعت ما فيها حتى الحد الأدنى من البكتيريا رحنا كشفنا بشكل عشوائي وشكل مداهمة لا طلعت بعد البكتيريا موجودة فرجاءا ما يصير تزاكي ناطر النتيجة النهائية إذا ثبت هذا الأمر نحن مضطرين أن نأخذ إجراءات قضائية وعلن أبو فعور المؤسسات التي قامت بتسوية أوضاعها وهي سمير ماركت أبو خليل جبيل وكسبة مطعم الزغلول في بعبدة هوات شيكان في جبيل ملحمة الأمير النبطية تيأسي الجناح ملحمة زغراب في المتن مطعم بيدو برش حمود مطعم أبو جيهات جلد ديب سوبر ماركت سان جوج سربة بيتزاهات كورنيش المزرعة والأشرفية مطعم كباب جيب عبدة علي كسروان وسوبر ماركت فهد بيت لحم تستعد لاستقبال الميلاد المجيد للعيد وجهاني في مهد المسيح عليه السلام فرحة بالعيد وحزن على واقع المدينة المحاصر وكتست بتلحم ثوب الميلاد المجيد وأضاءت شجرتها التي اعتبرت من أجمل أشجار الميلاد في العالم بعد أن تزينت بألوان العلم الفلسطيني مهد المسيح عليه السلام يترقب طفل المغارة وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية تتوقع انخفاضا في عدد السواحي هذا العام بحيث لا يتعد مئة وعشرة آلاف سائح الحدث الأبرز الذي أثر كثيرا على السياحة من منتصف هذا العام هو العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والإلغاءات التي قام بها السواح وتعاني محافظة بيت لحم من سيطرة إسرائيلية كاملة على 82% من مساحتها الكلية وتحاصرها 22% مستوطنة احتلالية صرخت بيت لحم بحاجتها الملحة للسلام ورسالتها بالأمل ما زالت تحت التهديد جدار مدينة بيت لحم في عمق المدينة داخل المدينة إذا ردت أن تفهم وقع بيت لحم عليك بزيارة بيت عائلة أنستاس هنا وعلى بعد أقل من كيلو متر واحد عم غارة الميلاد تعيش العائلة في قبر معزول عن العالم جدار عنصرية تلوى كالأفعى ويحاصر المنزل من الاتجاهات كافة الأمر الذي حول حياة العائلة إلى جحيم على مرأة ومسمع العالم تعيش كلير أنستاس مع عائلتها في ظروف قاهرة الجدار دمر مصدر رزقها وحرمها من أبسط حقوق يتمتع بها أي إنسان حر إذا الواحد يعيش هنا بيشعر أنه بلاطة مسكر حياته أو أبر محوط كل بيته ما في ضو حتى ما في نور أو يحس بأمل بالحياة أو بالمستقبل وهذا الشي بيقتل يعني هذا بيحسس الإنسان أنه مقبور وهو عايش وانخفضت نسبة المسيحيين في محافظة بيت لحم إلى 22% بعد أن كانت 82% عام 48 ما أن يحل الظلام على فلسطين حتى تتلألأ بأنوار الميلاد المجيد شجرة الميلاد أضاءت قلوب الفلسطينيين بالأمل رغم الجدار والحصار وكافة الممارسات الإسرائيلية العنصرية داعش يعد بالقائد الميداني في الجيش الحر عرابة إدريس ويلوحه باحتلال عرسال اللبنانية أكدت مصادر في القلمون غربي سوريا أن قائد لواء البغاوير في الجيش السوري الحر الملازم الأول عرابة إدريس قضى على يد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية داعش في جبال القلمون وكان التنظيم قد احتجز إدريس مع قريبه الآخر الرائد معد إدريس الذين يقاتلان على جبهة القلمون بعد مشاركتهما في الحرب على النظام السوري في باب عمر ورفاي حمص الجنوبي والشرقي خصوصا بعد تحرير واحد من أكبر مخازن الذخيرة والسلاح لدى النظام في مهين وإدريس كان من أوائل المنشقين عن جيش النظام ورجحت مصادر أن إعدامه جاء بذريعة التعامل مع النظام فيما أوضحت مصادر عسكرية في القلمون أن رفض عرابة إدريس مبايعة تنظيم الدولة هو السبب الرئيس في إعدامه وفي سياق متصل دخلت مجموعات تابعة لجبهة النصرة في الاشتباكات إلى جانب الجيش الحر ضد تنظيم داعش وتشهد جرود القلمون اشتباكات بينهم تفعت حدتها لتمتدى إلى جرود قارة وأفادت معلومات عن مقتل عشرات المسلحين في صفوف أطراف النزاع وأعلنت جبهة النصرة أن فير العام في القلمون بعد سيطرة داعش على وادي ميرا قرب عرسال اللبنانية في ظل معلومات تحدثت عن إعداد داعش لمهاجمة بلدة عرسال المحاذية للحدود مع سوريا في شمال شرق لبنان واحتلالها مجددا وفي ختام النشر هذا تفكير بأبرز العنوين من الدولة الإسلامية للحرير وجعجع وجملات رسالة داعش ترفض التعهد بوقف قتل العسكريين شرب الإبن يمنى غادر بلاطة عقارية جنون في الخاص رخصة فاتوش الأسمنتية كتلة مخالفات فضيحة من فضائح الإدارة اللبنانية ومن بيت لحم يوم ارتدت شجرة المهد علم فلسطين كان هذا كل شيء شكرا لحسن المتابعة وتصبحونا دائما على ألف خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة